نرجع لطبقة الشربة بتاعنا واحنا شغالين مع بعض الجندفل بتاعنا مع التومة الحلوة مع عشوية الخضار اللهم صلى على النبي وانا شغال كله مع بعض شربة الجندفل طلعت ما بياخدش ثلاث دقائق على النار أسرع من عمال الشاي ننزل عليه بالكرافس المتقطع زي الفل مكعبين من الزبدة الشربة بتاعت سل الكابوريا عندي ليه الأخبار هنا مكارونة أسباكت تهيت ده المطبخ هوا نفس المكارونة اللي أنا شغال فيها في سل الكابوريا باخد منها كده للشربة بتاعت الله الله على والديك طلعت الشربة بتاعت طبعا فيها على النهار دلوقتي المكارونة بتستوي في قلب المرأة بتاعت الكابوريا فيه طبق شربة بعمله دلوقتي اهو طالع معايا خلاص شربة الجندفل هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع نطبق الأكل بتاعنا ده مش هيستغرق معنا بقون الله أربع دقائق اللي هو التقديم اهو هتروحوا بعيد تابقوني بعد الفاصل شربة الجندفل اللي أنا عملتها المخرج بيسألني بيقولي بحاس ان هي مية يعني ما حتطلعاش نيشة حتطلعاش حاجة تبقى زي الشربة الشربة بيبقى لها القوامر السيفود عموما ما بيحبش ان احنا نربطه بأي دقيق ولا نيشة إلا اذا كان شربة السيفود شوية بنحط معلقة نيشة عشان القوامر ولكن مدرسة المغازة بتقول إيه الجندفل والإشريات بالذات أنا عايز طعم البيوت والفسفور اللي موجود جوا الجندفل أهم حاجة يتأشر كويس وتحط في مية محلول ملحي أو مية بحر إذا هو طازق وفرش ينطر المادة السودا لجواه ويبخها وأخده بعد كده أخسله بمية ساعة ويكون جاهز عندي بأعمل الخلطة بتاعتي توم كرفس زيت زيتون إذا أنا حب حبة زيت زيتون أو زبدة ونزل الجندفل ده في قلبيه كده ما ياخدش ثلاث دقايق وأحطوله الكرافس بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفين